موسيقى منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعناوين هيئة السلامة الوطنية فرع ترابلوس تؤكد انتشال جثة فتاة توفيت نتيجة سخوط جدار المنزل المجاول لمسكنها بحي الأندلس بسبب الأمطار والسيول تغمر عددا من شوارع العاصمة موسيقى بمساعدة خبراء دوليين اللجنة المشتركة تورغاء مصراتة تتفق على المبادئ الأساسية لبرنامج جبر الضرر للضحايا وعودة النازحين اليون يقر بتأثر صورته كوسيط غير منحاز والمتحدث باسم أميني عام الأمم المتحدة يقول أن بانكيمون يتوقع أن لا يؤثر بحث أي موظف سامن عن عمل على مهمته موسيقى أهلا بكم ما فاد أحد العاملين بهيئة السلامة الوطنية فرع ترابلوس إيهاب الدالي بأن وحدة الإنقاذ البحري بالهيئة انتشلت جثة تعود لفتاة تجاوز عمرها أربع عشرة سنة توفيت نتيجة سقوط جدار المنزل المجاور لمسكنها بحي الأندلس بسبب الأمطار وحذر الدالي المواطنين من استخدام الطريق السريع من الجهة الشرقية وكبر مستشفى الاستقلال وكبر 11 يونيو وجزيرة الغيران وطريق الفرناج وبعض شوارع منطقة بوسليم بسبب ارتفاع منسوب المياه بها نتيجة الأمطار وأضاف الدالي في نشرة سابقة أنه باستثناء حالة الوفاة المسجلة بحي الأندلس لم يتم تسجيل أي بلاغات بشأن مفقودين أو حالات وفاة نتيجة السيول التي أحدثها هطول الأمطار صباح الجمعة عند الساعة ثلاثة ونصف ظهر وصل بلاغ لوحدة لنقاد البحري أحد وحدات قسم طرابلس والتي على الفور توجهت فرق الانقاد للمتعين المكان طبعا البلاغ كان بخصوص مقدان طفلة تناهز لـ 14 ربيع من عمرها وبعد البحث والتحرية وتشف المكان وجدت الجدة طبعا أسفل الجدار وقع عليها بجانب منزلها من جاته أكد مدير إدارة التنبوات الجوية محمد الشامس أن كمية الأمطار التي تساقطت الجمعة على مدينة طرابلس تعتبر متوسطة تبعا لتقييم الأرصاد الجوية وأوضح الشامس لقناة ليبيا لكل الأحرار أن غرق بعض الشوارع والمناطق في طرابلس لا يرجع لكمية الأمطار بل بسبب ضعف البنية التحتية للبلاد بحسب قوله هذا وأوضح مدير إدارة التنبوات الجوية محمد الشامس أن الأمطار التي تساقطت الجمعة ليست غزيرة مشيرا إلى استمراره طولها اليوم سبت على عدد من المناطق إن شاء الله الوضعية مازالت مستمرة إن شاء الله مازالت في أمطار هذه الليلة ويوم الغد وخاصة بكرة يعني الليلة ممكن تكون الاحتمالية أبعض شوية حتى تكون أمطار اللي صبت تكون أمطار ببسيط شوية لكن بكرة إن شاء الله ستكون في أمطار متجددة في نفس المناطق التي صبتها اليوم ونتوقع حتى تدخل شوية للدواخل بيدني وقال رئيس لجنة الأزمة ببلد طرابلس المركز ناصر الكريوي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن منسوب المياه قل في بعض المناطق كطرابلس المركز وجزء من حي الأندلس وسوق الجمعة بسبب بنيتها التحتية الجيدة نسبيا بحسب وصفه مشيرا إلى تواصل ارتفاع منسوب المياه في مناطق أخرى في مناطق خارج طرابلس المركز اللي يتبع البلدية الثانية عن زارة جنزور تجورة حي الأندلس هذه كلها تعاني من مشكلة المياه بشكل كبير طبعا كمية المياه اللي نزلت خلال ساعات كانت كمية ضخمة أكثر من المعتاد وهذه كعواصف يعني مطر الشركة يعني جميع العامية متاحها في الشارع شركة خدمات شركة المياه صرف صحي البلديات حتى يكونها في الطواري وزارة حكم محلية حتى يتبع في الموضوع هذا مباشرة الجميع ساعي لتخفيف تار هذه الأمطار وقد استطلعت كاميرا ليبيا لكل الأحرار أراء عدد من المواطنين حول تعطل حركة المرور في عدد من شوارع العاصمة طرابلس بعده طول كميات من الأمطار والذين حملوا المسؤولية للمواطن والدولة على حد سوى السبب درجة لولة هو المسؤولة عليها الدولة والدرجة الثانية حتى المواطنين يعني قضي كم رمي مخلفات فهميت يسبب انسداد المجاري هالدرجة لولة والدرجة الثانية مفروض الدولة هي قبل موسم الشتاء هذا فترة قبل الشتاء مفروض نضفوا مجاري السريع فهميت درجة لولة فصل الشتاء وفصل مدارس وطلبة سبحان الله تقريبا مطر مخطة الساعة حاجات سلبية متراكمة من قبل هذه واحد شيء أول شيء وبعدين حتى سلبية المواطن فينا يلوح في القمامة وعندنا المجاري والدولة حتي في نفس الوقت يجيب لك فيما عمال في فترة الشتاء وبعدها يعني ما فيش نظافة ثانية إلى سرط حيث قال رئيس اللجنة الأمنية إسماعيل عبد العالي أن ما يعرف بتنظيم الدولة افتتح مركزا لما يسمى الشرطة الإسلامية في المقر الفرعي لمصر في ليبيا المركزي بالمدينة وأوضح عبد العالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن التنظيم يسعى لبناء دولة داخل ليبيا تكون نقطة تمركزها مدينة سيرت مشيرا إلى أن ما يعرف بتنظيم الدولة سيطر على مساحة أربعين كيلو مترا مربعا من النفلية شرقا إلى هراوة وبهادي جنوبا وأضاف رئيس اللجنة الأمنية سيرت أن التنظيم آخذ في التوسع وستصعب مقاومته إن لم تتدخل الدولة والمجتمع الدولي لإيقافه قائلا أن الطلعات الاستطلاعية لرصد تحركات التنظيم قد توقفت اتفقت لجنة المشتركة تورغاء مصرات بمساعدة خبراء دوليين على المبادئ والعناصر الأساسية لبرنامج جبر الضرر للضحايا والعودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم وعبرت اليونسيف عن استعدادها لدعم إجراء تقييم ميداني لوضع المدارس في تورغاء ودعم إنشاء نظام معلوماتي لإدارة التعليم والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وبحث المجتمعونها مسألة إزالة الألغام والأجسام غير المتفجرة لمخلفات الحرب بمساعدة وكالة الأمم المتحدة لإزالة الألغام والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام وقال نائب رئيس رابطة المتضررين من تورغاء عبدالله الكبير إن اللجنة المشتركة تورغاء مصراتا بمساعدة خبراء دوليين اتفقت على تأهيل مدينة تورغاء وتعويض أهاليها لتجاوز الآلام التي حلت بهم تهيئة لعودتهم إلى ديارهم تم قطع خطوات مهمة في هذا الملف عبر نقاءات مباشرة بين مسؤولين من مصراتا من بينهم المجلس البلدي ورابط المعنية بضحايا هجوم تورغاء على مصراتا بالإضافة إلى مسؤولين من منطقة تورغاء طبعا جبر الضرر وتعويض الضحايا أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن 17 مشاركا ليبيا أكملوا بنجاح دورة تدريبية في مجال إزالة المخلفات المتفجرة وحسب بيان للبعثة فأن دورة التي تواصلت ثلاثة أسابيع واختتمت أمس الخميس قد أعدت حسب الوضع الليبي راهن وكان الهدف منها تعزيز قدرة العاملين في مجال إزالة المخلفات المتفجرة على إجراء عمليات إزالة آمنة وفعالة للألغام والمخلفات الأخرى المتفجرة وأوضحت البعثة أنه بعد هذه الدورة بات هناك أربعة وثلاثون عاملا ليبيا في مجال إزالة المخلفات المتفجرة ممن تلقوا تدريبا إضافيا عبر برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا نفى المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا برناردين ليون انحيازه إلى طرف على حساب طرف آخر يأتي ذلك في وقت رحبت فيه عدة دول بتعيين الألماني مارتين كوبلر خلفا لليون مثنية على الجهود التي بذلها هذا الأخير في خدمة الحوار السياسي الليبي تفاصيل أوفا نستعرضها في سياق التقرير التالي بعد توجيه المؤتمر الوطني العام رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للمطالبة بتوضيح موقفهما من تعيين المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا برناردين ليون مديرا للأكاديمية الدبلوماسية بالإمارات أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تلقي بنكيمون رسالة المؤتمر دوجاريك وفي مؤتمر صحفي بنيويورك أكد التزام ليون بقواعد الوسيط الدولي قائلا أن الأمين العام يتوقع أن لا يترك أي مبعوث دولي أو موظف سامن مساعيه للبحث عن عمل مستقبلي تؤثر على مهمته من جانبه يقر ليون بتأثر صورته كوسيط غير منحازن باندقاله إلى إدارة الأكاديمية الدبلوماسية بالإمارات معتبرا أن الاتفاق السياسي الذي اقتراحه لا يحمل أي عناصر منحازة وأوضح المبعوث الأممي السابق أن ما سيقوم به هو عمل أكاديمي بحت دعيا إلى الفصل بين مشروع الاتفاق السياسي في ليبيا وبين شخصه في المقابل أثنت عدة دول أوروبية منها ألمانيا وفرنسا على عمل ليون وقالت أنه لم يدخر جهدا لخدمة الحوار الليبي والوصول إلى نقاط اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية مرحبة في ذات الوقت بتعيين الدبلوماسي مارتين كوبلر وأكدت دعمها للوساطة الأممية في ليبيا وقد أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة السابق للدعم في ليبيا برنردين ليون أن عمله بالأكاديمية الإماراتية هو عمل أكاديمي كان يستعد له بصورة شفافة وأمام الجميع مشيرا إلى أن ما قدمه من حل لليبيين يعكس حياده وحياد الأمم المتحدة إذا قيل قبل ستة أو ثمانية أشهر عندما لم تكن لدي أي نتيجة لعملي أنني منحاز أو أدعم طرفا على حساب آخر لكان ذلك معقولا اليوم لديكم نتيجة عملي لديكم اتفاق ولديكم حكومة هل يمكنكم أن تجد أي شيء في الحكومة أو في الاتفاق يمكن اعتباره منحازا أو يعكس موقفا غير محايد للأمم المتحدة هذا وأكدت عضو المؤتمر الوطني العام أم نمطير في برنامج ستون أن المؤتمر ظل حريصا على الجلوس المباشر مع ممثلي مجلس نواب رغم انحياز المبعوث الأممي السابق برنردين اليون له بحسب قولها داعية إلى ضرورة تغيير طاقم البعثة الأممية الذي عمل مع اليوم في ليبيا بالكامل لن نقبل ببعثة الأمم المتحدة كما هي لن نقبل بمعين شريم بطاقم الوظيفة عند سيد اليون أن يستغل مرة أخرى في داخل ليبيا لأنهم كانوا منحازين مثلهم مثل سيد اليون نحن نقبل بمبعوث أمم جديد وبطاقم إداري جديد من جاته شكك عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني في صحة ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية وما تبع ذلك من ردود فعل أشارت إلى انحياز برنردين اليون لطرفهم مؤكدا أن المبعوث الأممية كان منحازة للمؤتمر الوطني وليس لمجلس النواب بحسب قوله سيد اليون لم يكن منحازة للمجلس النواب بل كان منحازة للمؤتمر الوطني ثم أضاف السيد اليون ملاحظات المؤتمر الوطني لدي قاطع المصود الرابع ولم يوقع عليها أضافة أماني ملاحظات كانت قاسة من الضار بالنسبة لمجلس النواب قالت المستشارة الألمانية إنجلا ميركل أن ألمانيا وتونس تفقتا على توطيد تعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتين كوبلر وشددت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد على ضرورة التنسيق مع المبعوث الجديد للتوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إعادة بناء ليبيا وضمان الاستقرار في المنطقة وأوضحت ميركل أن المساعية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تشكيل حكومة توافقية في البلاد مضيفة أن ألمانيا تعتزم دعم تونس من أجل تأمين حدودها مع ليبيا رحبت الخارجية الفرنسية بتعيين المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتين كوبلر مؤكدة دعم فرنسا للوسطة الأممية في ليبيا ولجهود كوبلر وفي بيان على موقعها وجهت الخارجية الفرنسية كذلك تحية للمبعوث المنصرف برنردين اليون معتبرة أنه لم يدخر أي جهد لصالح الحوار الليبي وساهم في وضع عناصر اتفاق وحكومة وحدة وطنية إلى ذلك دعت باريس الأطراف الليبية إلى توقيع الاتفاق وتشكيل حكومة وطنية في أسرع وقت ممكن واعتبر المحلل السياسي محمد الهنجاري أن تولي اليون منصبا في دولة الإمارات المتحدة أمر طبيعي نظرا لخبرته الدبلوماسية ولا علاقة له بالوضع في ليبيا من نظرة اليون أو من نظرة حتى المجتمع الغربي ما فعله اليون هو شيء طبيعي يعتبر أن شخص ناجح تحصل على عتل بقيمة نصف مليون سنوين أو غيرها يعتبر نزاح له ولكن نحن تذكيرنا المتخلف العربي نرى من ناحية أطراه هو كيف وهذا الحازة وذهب إلى أخر وذهب يعني التذكير ما زال نحن إذا أخذنا الأمور التي فعلها اليون هي أمور بسيطة أمور موضعية جدا كانت هناك نزاحة ووساطة فعلا من جانبه رأى أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسيونيا الخولي أن لدى المبعوث الأممي الجديد لليبيا مارتين كوبلر خبرة كافية لإدارة الأزمة في ليبيا على عكس سلفه برناردين اليون نظرا لدوره السابق في العراق وأفغانستان أنه على خبرة جيدة ومعرفة جيدة بمناطق الشرق الأوسط والمنطقة العربية والعالم العربي وإبريكيا فقد عمل في العراق وعمل في الكنر الديمقراطية ويوصف الرجل بأنه حازم وجاد في عمله وهذا كله يعطي مؤشر إلى أنه سوف يقود المهمة بشكل جيد أعلن ناطق باسم مدرية أمن الكفرة محمد خليل أنه تم الخميس الإفراج عن نائب مدرية أمن الكفرة فرج مرسال وأحد عناصر المدرية أحمد القراضي ولذين كان مخطوفين منذ بداية الاشتباكات في المدينة وأضاف خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مساعي كبيرة قد تثمر خلال ساعات عن إطلاق سراح بقية المحتجزين مشيرا إلى أن الخروقات الأمنية على طريق الشمال أدت إلى خطف ثلاثة مواطنين في استراحة بوزريغ كرد فعل على حوادث خطف داخل المدينة وأشار خليل إلى أن هدوء يسود المدينة مع تحسن ملحوظ في الوضع الانساني رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية أكد مدير المكتب العالمي للقوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب محمد قليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القوة قدمت تقريرا لحكومة الإنقاذ الوطني عن الوضع الانساني المترد داخل مدينة أوباري وقد تعهدت الحكومة بالعمل على تحسين الوضع داخل المدينة بحسب قوله وقال قليوان إن طاقما طبيا من مدينة مصراتا يواصل عمله في مستشفى أوباري على مدى تسع ساعات يوميا بعمل الكشفات والتحاليل الطبية وتزويد المستشفى بالأدوية بصورة دورية وأضف قليوان أن تردي الوضع الانساني يضاعف من معاناة المواطنين بالرغم من الهدوء النسبي للوضع الأمني منتصف الليل ما زالت متواصلة وفيها بعد فاصل ليبيا في المرتبة الثالثة والخمسين دوليا والثامنة عربيا وإفريقيا في التصنيف الخاص بأكثر الأمم صحة في العالم هيئة السلامة الوطنية فرع ترابلس تؤكد انتشال جثة فتاة توفيت نتيجة سقوط جدار في حي الأندلس بسبب الأمطار وسيولو تغمر عددا من شوارع العاصمة بمساعدة خبراء دوليين اللجنة المشتركة تورغاء مصراتة تتفق على المبادئ الأساسية لبرنامج جبر الضرر للضحايا وعودة النازحين ليون يقر بتأثر صورته كوسيط غير منحاز والمتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة يقول أن بانكيمون يتوقع أن لا يؤثر بحث أي موظف سام عن عمل على مهمته أصدر مصرف ليبيا المركز قرارات تنظيمية للمحافظة على استقرار سعر الدنار ووضع الأليات المناسبة والفعالة للعمل المتعلقة بالسياسة النقدية والأوضاع المالية أمام المجتمع نشر مدير مكتب الإعلام لمصرف ليبيا المركز عصام العول على صفحته على فيسبوك قرار المصرف بشأن تنظيم تنفيذ الحوالات الخارجية الخاصة بالعلاج أو الدراسة في الخارج على النفقة الخاصة بقيمة 15 ألف دولار كحد أقصى سنويا وفتح الاعتمادات المستندية للموردين للسلع بانتظام وكذلك مستلزمات الانتاج ومواد التشغيل للمصانع طلب ديوان المحاسبة التابع لحكومة الإنقاذ الوطني بتسوية أرصدة حسابات الودائع والأمانات بالجهات الحكومية الممولة من الخزانة العامة ووجه ديوان المحاسبة تعميما إلى مصر في ليبيا المركز ورئاسة الوزراء والمراقبين الماليين بالجهات الحكومية يوضح فيه الإجراءات التي يجب اتخاذها من الجهات الحكومية وبيّن ديوان المحاسبة آلية تسوية المعاملات والمستندات والأموال الواجب الاحتفاظ بها بحسابات الودائع والأمانات لدى كل جهة إضافة إلى المبالغ المالية المتبقية بهذه الحسابات والواجب إحالتها بحسابات وزارة المالية أوضح المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري في برنامج ستون أن إعلان القوة القاهرة على ميناء زوتين النفطي جاء لعدم توفر ظروف العمل المناسبة في الميناء مؤكدا أن المؤسسة لا تتبع لأي جهة سياسية في البلاد المؤسسة الوطنية هي مؤسسة مهنية ليست مؤسسة سياسية وليست مؤسسة تقوم بأعمال أو منحازة لقرر في الطرق أنا دائما وإذن أكد هنا أن المؤسسة الوطنية لا تتبع حكومة الإنقاذ ولا تتبع الحكومة المؤقتة المؤسسة الآن تعمل بصورة ثنية لكل اليبيين في كل المناطق وتبدو في كل جهودها مع الشركاء الأجانب أوصت هيئة الرقابة الإدارية في رسالة إلى رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني بضرورة الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لوضع مشروع استبدال الدعم السلاعي بالدعم النقدي موضع التنفيذ وشددت الهيئة في رسالتها على ضرورة تحديد الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع وتحديد الجهة المسؤولة عن تدقيق البيانات الخاصة بالأسر الليبية واعتمادها وأشارت الهيئة إلى ضرورة تحديد السلاع والمحروقات المشمولة بالدعم بشكل دقيق وتحديد أسعارها في السوق مطالبة بتقديم الإجراءات والضوابط الاقتصادية والأمنية التي على الجهات المختصة اتخاذها لضبط أسعار السلاع بالسوق بعد تنفيذ الدعم النقدي للمواطنين تبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز متلازمة داون بمنطقة الاختاطب في صبراتا والذي أنشئ سنة 2013 ستين طفل وتسعى هذه المؤسسة التعليمية رغم وجود بعض النواقص وضيق المكان إلى تقديم خدماتها للأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم جزئيا أو كليا في المدارس الحكومية وتعتبر متلازمة داون إعاقة ذهنية تصيب بعض الأطفال منذ الولادة وتتميز بوجود تغييرات كبيرة أو صغيرة في بنية الجسم ويصاحبها غالبا ضعف في القدرات الذهنية ونمو البدني أنقذت البحرية الإيطالية ألف مهاجر غير نظامي قبلة السواحل الليبية كانوا على متن سبعة زوارق ضمن العمليات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي وسط البحر الأبيض المتوسط وفي عملية منفصلة ذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أن أحدى سفنها أنقذت خمسة مائة وسبعة عشر مهاجرا من سفنة صيد خشبية ضبطت قبالة السواحل الليبية يأتي هذا مع إطلاق الاتحاد الأوروبي لتقديرات بأن يصل عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا إلى ثلاثة ملايين مهاجر بحلول نهاية عام الفين وستة عشر وقد رصدت كاميرا قناة ليبيا لكل الأحرار أرأى عدد من المواطنين حول الأسباب وراء تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا وتدعيات المترتبة عن تدفقهم حكومة غايبة عن وضع هذا غايبة ما فيش لجهاز الهجرة غير الشرعية ما يخدمش باعتباري نسكن بمنطقة قريبة من الحدود ونشوفه في الأفواج تخش من جهة أقدامس من جهة الجنوب صفة عامة ما فيش بوابات في الطريق الناس اللي تتوت أنها تسافر بالبحر منها الناس اللي تموت منها الناس اللي اسمها والدولة مساهمة في هذا لأنها ما دارتش نظام مراقبة بالقمر الصناعي كترة الأمراض كترة الغلاء الأسعار جتت في كل مكان والدور الحكومة منتهي حكومة أصبحت كل حكومة الآن يعني مهتمة بنفسها موش مهتمة بالدولة يعني بالحدود وكل شيء ما أثر علينا بشكل غير طبيعي بصراحة يعني انتشارهم في الشوارع والأمراض والسرقات دول الأوروبية هي أصلا مسؤولة على الأمر هذا لأنهم عندهم دور كبير في الحروب اللي ناشئة في أفريقيا احتلت ليبيا المرتبة الثالثة والخمسين عالميا ضمن التصنيف الخاص بأحسن الدول من حيث مؤشر الصحة والمرتبة الثامنة ضمن دول الشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيف الذي أعدته شركة بلومبيرغ الأمريكية واعتمدت بلومبيرغ في هذا التصنيف على المعلومات الواردة من منظمة الأمم المتحدة والبنك العالمي ومنظمة الصحة العالمية كما اعتمدت على مؤشرات طول العمر وعدد الوفايات نسبة إلى الولادات ونسبة المدخنين واستهلاك الكحول وغيرها من المؤشرات وأصبحت ليبيا وسوريا في القسم الأول من تصنيف بلومبيرغ لأن الشركة لم تعتمد عدد الوفايات جراء الحرب عند معالجتها للمعلومات الصحية عن كل بلد في العالم خلال السنوات الخمس الماضية مباشرة إلى التذكير بالعناوين هيئة السلامة الوطنية فرع ترابلس تؤكد انتشال جثة فتاة توفيت نتيجة سخوط جدار المنزل المجاور لمسكنها بحي الأندلس بسبب الأمطار والسيول تغمر عددا من شوارع العاصمة بمساعدة خبراء دوليين اللجنة المشتركة تورغى مصرات تتفق على المبادئ الأساسية لبرنامج جبر الضرر للضحايا وعودة النازحين اليون يقر بتأثر صورته كوسيط غير منحاز والمتحدث باسم أمين عامل أمم المتحدة يقول أن بانكيمون يتوقع أن لا يؤثر بحث أي موظف سام عن عمل على مهمته ختم النشرة دمتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة